ومع بدء العد التنازلي لانطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 للفورمولا 1 تكتمل الاستعدادات لإنجاح استضافة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي وفي هذا الإطار اتخذت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إجراءاتها اللازمة في هذا الشأن تتكامل الإدارات المعنية في وزارة الداخلية في جهودها الرامية إلى إنجاح استضافة مملكة البحرين سباق جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1 والتي تعد حدثا رياضيا بارزا على مستوى العالم وفي هذا الإطار عملت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تقديم كافة التسهيلات للمشاركين وزوار مملكة البحرين لحضور السباق تم إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال سباق البحرين للفورمولا 1 وإنهاء إجراءات دخول الفرق المتسابقة والإعلاميين والجماهية وتم دعم هذه الكوادر بالأجهزة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة أما بشأن التسهيلات التي توفرتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستقبال زوار الفورمولا 1 ففي جوازات مطار البحرين الدولي تم العمل تدريجيا في رفو تيرة العمل حيث بدأنا العمل بتخصيص مسارات للفرق المتسابقة والإعلاميين ومسارات أخرى لزوار الفورمولا ومن أبرز التسهيلات المقدمة هذا العام للجماهير القادمة عن طريق البر عبر جسر الملك فهد فقد تم تخصيص مسارين في جوازات الجانب البحريني لحاملية ذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى بهدف تسهيل إجراءات حاملية هذه التذاكر وتهدف هذه الاستعدادات إلى تسهيل حركة دخول الزوار وإتمام إجراءاتهم بسرعة وسلاسة ومن أجل ذلك دفعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بجميع الموظفين على جميع النوبات في فترة السباق لتفادي أي نقص في القوة البشرية كما تم تخصيص منصات استقبال منفصلة لكل مجموعة على حدة كالإعلاميين الفرق والجمهور لإنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن ومثل هذا الحدث دائما نبتد في خلال الأسبوعين وتكون مدة التأشير لمدة أسبوعين قارق قبل التمديد وبتكون مجانية لكل زوار الفورمولة طبعا تأشيرة الأفوان ممكن الحصول عليها عن طريج الموقع الإلكتروني في 115 دولة يقدرون مواطنيين يحصلون التأشيرة عن طريج الموقع من خلال تقديم طلب إلكتروني ورفاغ نسخة من الجواز بالإضافة إلى تذكرة السباق وتذكرة عودة بحيث أن إذا وصلوا إلى المملكة يقدر يرجع مرة ثانية وممكن بعد أن تحصل التأشيرة عن طريج الإدارة في دول مبمون رجع من ضمن الـ 115 دولة يقدرون يقدمون عن طريج الإدارة من خلال ضامن أو متعاهر يقدم الطلب عن طريج الإدارة ويحصلون التأشيرة مسبقا وفي عندنا 67 دولة يقدرون يحصلون التأشيرة عن طريج المطار خصصنا في شعبة الجوازات الجاسر فتح مسارين خاصين حق الزوار لحملين التذاكر وكذلك ملح تأشيرات فورية لحملين التذاكر وإذا كان مجرد إنعقاد هذه الفعالية الدولية على أرض مملكة البحرين مصدر فخر واعتزاز فإن التمييز في حسن التنظيم يشكل قيمة مضافة لمكانة البحرين الدولية اشتركوا في القناة